عايز يعجز مش عايز الدور يرجع فيحط صعوبات لكن في النهاية المدة النهاية اللي هتتحط عشان قبل ما تستاني في الدوري قرار الاتحاد أكيد من يوم في المية صح؟ قرار الاتحاد وقتاني مفيش قرار حتى محمد فاضل لما طلعه وتكلم مفيش قرار هيتم اتخاذه منفردا هو قرار جماعي هو قرار دولة ليس يعني مش مش يعني اتحاد الكرة ده بقيت ممكن ولا كنا بكرة هرجع هرجع النشاط واقول للفرق ترجع تتمرن والدوري هيبدأ في مايو وهنلعب بإجراءات احترازية وبتعاجات الدولة قالت لا ميه اللي هيأمن؟ بالضبط هو في الآخر هو قرار دولة يعني الموضوع في العالم كله على فكرة هو قرار دولة بس في نقطة اللي هو فكرة ايه ان تدابير الاحترازية تأخذها او تتخذها بواحد اتنين تلاتة اربعة او النشاط يرجع بشكل ما لكن فكرة استيناف النشاط او الغاء النشاط ما هو انت دلوقتي الاندية مقفولة محمد تمام الاندية نفسها اللي هيبدأ ما هو انت بسم الله الرحمن الرحيم العودة ايه اللي ان الفرق ترجع تتمرن تمام هترجع تتمرن فين؟ في الاماكن اللي هي في الاندية في الانديتها في مراتها اللي بقى لو قرروا يعملوا زي ما بيتقال انه هيتعمل كم معسكرات كاملة للفرق في اماكن معينة ويبدأ برضو ده هيبقى قرار دولة ان هي هتبدأ تنظم الموضوع مع اتحاد الكورة بقى على الاندية مع الفنادي لانه الموضوع هيبقى فيه تكليف ماذا يحصل ده؟ فكرة الدوري في مكان واحد واحد اعتقد هي هتبقى الاقرب معقولة؟ اه لو عايز تبدأ هتعمل ايه؟ اه عفت ترجع تلعب تاني على سبع تابعة من الاستادات؟ مستحيل خد بالك كمان حنا بنتكلم النهاردة ولسه قرار رئاسة الغزرة خلال 24 ساعة اللي هو عفت شهر مدان اه بخصوص الفترة الجاية فبرضو مش عارفين لسه الرؤية الفترة الجاية ممكن تكون افضل يا رب ان شاء الله بالزبط فانت عشان تبدأ لازم تكون الحياة مش رجعت لطبيعتها بدأ في مظاهر ان انت ممكن تستقنف الحياة بطبيعتها في مكان معين يعني اللعبة ترجع تتمرن مثلا في التيتش بس باجراءات احترازية لو ما يبدأ ده يتعمل هيبدأ الدنيا تتحرك تاني وتبدأ الدنيا يفكره في العودة لكن هوا الموضوع كله متوالية متوالية هندسك كله متركب على بعضه هتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كذا 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 فهي البداية كلها هتبقى في قرارة الدولة امتى نبدأ نفكر الحياة ترجع لطبيعتها امتى ده هيبقى في قرارة الدوري او استقناف النشاط بداية من القرار ده طيب بداية من القرار ده هنكمل في خطوة تانية بعد القرار ده القرار ده موجود وان شاء الله مش هيبقى في مشاكل لانه مفيش اي مؤشرات حتى انه ممكن حد يقولك لا ما تلعبش قورة مفيش مفيش وزي ما قلتلك مفيش حد عارف بكرة حد عنده باتنين جنيه عقل يبقى عنده قدرة او قرر الغير النشاط الا لو الحياة مرجعتش يعني لو الحياة فضلت متوقفة في مصر زي ما احنا كده لقدر الله يعني لمدة طويلة يعني زي العالم كله زينا زي كل الدنيا يعني انما انت الحياة رجعت او بدأت ترجع لمستوى لحاجة شبه طبيعية لا الدورة هيرجع طيب انت عندك في بعض الحاجات برضو في مصر يعني الامور ماشى فيها مفيش توقف كامل على فكرة يعني الامور الحياتية في مصر مش توقف كامل بالنسبة 200 في امور الحياة فيها ماشية وشغلة انت في الكرة تحديدا العالم كله كان عند مشكلة في مسألة حضور الجمهور مممم وكان بينقش ده وعنده ازمة في دي انت النقطة دي فمصر مش متروحة للنقاش انت اصلا بتلعب بضون جمهور اه بس انت عندك تجمع عندك تجمع تجمع طبي وتجمع جهازفاني وتجمع لعيبة واحتجات تسيطر علي واحتجات تسيطر علي ببعض واحتجات تسيطر علي بس لقدر الله وفي حالة اه اه يعنى مجتمع المتش نفسه المجموع اللي فيها المتش نفسه اه هيبقى فيها ازمة ف σταزيب ده متأمن قبل ما القرار يصدر.وهم وهم. يختم من ا tuo ممكن ترجع يعني حتى لو الكلام على الحزر ممكن ترجع تلعب الظهر. يعني ترجع مو infantryنا زمان ان لعب دوار بثير يعني. Die ساعة اثنين ونص. اثنين ونص. في دور اتثم. تلعب اثنين ونص. ممكن تلعب اثنين ونص وخمسة. اه لو innovation اثنين ونص وخمسة. ايش الان اثنين ونص وخمسة ايو لا. ممكن حياتك. تمام. الساعة اتنين ونص والساعة خمس. تمام. ممكن تلعب ماتشين في اليوم. فممكن تلعب على ملعب واحد. وممكن تلعب ماتشين على ملعب وماتشين على ملعب. فانت لعبت اربع ماتشات. فلعبت نص الاسبوع في يوم. ولعبت نص اسبوع في يوم تاني. لأ بص. وضع جدوى للدوري وتسهيل وترتيب المباريات الموضوع بسيط جدا. بسيط. اه. ولكن هو خليه برضو نقول انه لو انت خدت قرار ان تلاعب ماتشات دوري. فده معنا ان انت هتوصل رسالة للناس. ان احنا بنلعب كرة هو. فهتلاقي ممكن شباب تاني يقرروا يلعبوا كرة خماسي في ملعب خماسي. فهتلاقي الموضوع فتح. في ناس لعبت وفي مشاكل حصلت التمانية واربعين ساعات لو شفت صور. بالزبط كده. فانت هتبدأ توجه رسالة انه. طب ما الناس تلعب كرة هو ماتش مشكلة. فهتلاقي ولاد صغيرين وشباب بما ان مفيش دراسة والدراسة توقفت. ففي مرحلة فراغ فممكن يبدأوا يرجعوا يأجروا ملعب تاني وبالعب خماسي. فتلاقي ازمة كبيرة حصلت. فالحقيقة الموضوع مش هو ان احنا احنا الدنيا حياة ماشية. ولكن فيه نشاطات. لا واقفة. واقفة. اكيد. طيب الجزاية التانية الموعيد. المعلومات اللي عندك بخصوص الموعيد. الاتحاد بيفكر في موعيد مختلفة. اخر ستة. اخر ستة هيبدأ في في اخر مايو يبدأ يقول للناس احنا شهر وهنرجع الدوري وهيبدأ. وغالبا المخطط ان الدوري يخلص في نهاية اغسطس افو منتصف سبتمبر. ومعندناش مشكلة ان اعتقد الموعيد دي هتكون مناسبة. احنا ما عندناش مشكلة اصلا في الموضوع. احنا كل سنة احنا فيه مدد دوري خلص في نوفمبر يا جماعة. احنا يعني احنا الحمد لله الدوري بالنسبة لنا ممتد يعني. طب المدة المناسبة. طبعا انا عرف ان الجزئية دي تحديدا بتبع عايز احد متخصص. لكن المدة المناسبة. فيها اندية لك انا محتاج ستة اسابيع. فيها اندية لك انا محتاج تمن اسابيع. انا في اوروبا لما قريت كده وشفت المعلومات اللي بتتكتب. اتكتب ان الحد الادنى من ثلاثة اسابيع لاربع اسابيع. شهر. 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 كله بيكلم شهر. احنا الدوري الالماني فيه فيه مخطط ان يرجع تسعمائه. بالزبط قرار. قراء يعني خلاص هيبدأوا ويفكروا ان الدوري هيتم استقنافه بتسعمائه. تسعمائه. تسعمائه. فالحقيقة انه انه الموضوع يعني خلاص فيه ناس. والدوري الاطالي بيفكرت الوقت هيرجع امتا. الدوري الاسباني بيفكروا يرجع امتا. الدوري الاسباني نفس الموضوع فعلا. فلا. فيه قرارات بترجع. بيتم اتخاذها لعادة الحياة لانه اقتصاد. كورة اقتصاد اندية هتنهار. الدوري الاطالي رئيس اتحاد الاطالي مبارح في تصريحات مهمة. قال يا جماعة احنا بنتكلم في خمسة مليار يورو. خسائر الغاء الدوري الاطالي خمسة مليار يورو. فالحقيقة ارقام مرعبة. يعني الموسم ده لو تلغت الكورة فيه في العالم كله اعتقد انه الكورة في العالم محتاجة سنين طويل عشان تستعيد عافيتها تاني ساقف تعاقدات او في اندية او في رعاية او 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 او. لانه كمان انت عندك مشاكل كتيرة هتتترتب على الغاء الموسم. مشاكل بين شركات الرعاية والاندية. مشاكل بين اللعيبة والاندية. مشاكل بين الاندية والرعاة. الحقيقة هتبقى حاجة وبين الرعاة والقنوات اللي بتبس. فيه صات لو انت طلبتها الرعي يقولك بالنسبة ايه?